ما أسهل إلا صباح الخير للمرة الثانية على التوالي يعيش غالت أن أنت صباح الخير بي أوه شغلي صباح الخير أنا حدني الليل معي أخواني النقاد جمهورنا الغالي الله يصبحكم كل خير ورضا وأخوانا متسابقي الحمد للعلى السلام أبو عينزي مرحبا أول عمرك صباح لك بالخير أخو سلطان وعلى الشباب التوجدين كذلك على أستاذ المشاهدين والله يطعم العافة جميعا أبو مناحي صباحك الله بالخير الله يشبهك بالخير السلام ورحمة الله السلام 5 ساعة 12 و40 12 والله وحدة لربع ومزعجينا وطالبين المتسابقين بالانتظام وأنتم ما به توقيت العلم وشي العلم وشي إلا أنتم وإليك أنتم تخذون فقلناش نضبطهم معكم أنضبطهم من البداية والله أنا مع مشرفنا والله أنا معه والله أنا معه والله صراحة المشرفين صار مين شف دائما في البدايات يحصل فيها بعض التخير للترتيب ما هي بداية ما ممكن تبتمس أنه عذر ذا الليل نفتاك ولا عدن أيضا ما عدن بعايدين مرة 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 ملاحظة هذا سعيد الدحابي بصاتك على خاش ربشت أبشر الله يا جلاله تستهلون وش اللي يخلاكم تختارون سعيد الدحابي والله أنا تستهلون أنا أشقر والله أظن أننا أشقر عاد صراحة عاد صراحة أول محور معي هو ثنان على المشرفين صراحة فارق فارق الريالتي أمس لا والله بعقوب ما دخل علينا بالفقرة لازم نمدح أنا بصراحة اختلعت قلت أنه جايل عشان يشلي أنا طرعا ما عندي لابعت سلمت على المشاهدين لابعت صبحت بالخير قال قوة قالت وامدأ لأيقول كده أنا رجح الجايل أنا والله تبصراحة خفت لاي صراحة البارح جيت مشرفيننا اللي هم وليد البحيح وسعيد الدحبيب فارق في الريالتي مع المتسابقين وفارق في الجو العام وشفنا فقرات وضحكنا أبو حزام واش تقول في دخولياتهم أمس وحضورهم وتأثيرهم اللي شفناه بعد ما مشينا ما خلصنا الفقرة أمس الفكرة جديدة ودائما أي فكرة جديدة ترى يعني معرضها للخطأ معرضها يعني عدم الاكتمال في بدايتها إلا هذه الفكرة وهي من بداية سبحان الله ما شاء الله تبارك لبرنامج مراجل التوفيق حاضر وترى التوفيق من من عند الله سبحانه وتعالى دخول الشباب واختيارهم وفقنا فيه كثيرا جدا ووفقت في إدارة الواقع الحقيقة لا وليد ولا سعيد على صعيد الجمهور متقبلهم وبشكل يعني تستغربهم على صعيد المتسابقين صحنهم في البداية جضوا شوي يعني كم بعضهم كاش وكم بعضهم معارض ترى من المتسابقين يعني هذا يجي صدر عليه وامر أنا فهمتك كذا لكن سرعان ما خلاص عن فكت الأمور وأنعشوا الرياليتي واليوم أول فعاليها نصب الخامة أشرفوا عليها ممكن تلقوا من أثناء البث يجيك وليد البحيح مثلا ولا سعيد يقول رح رح أجيب لي الجوال اللي هناك ولا جيب لي غرضك ويجيبه وسلمة طبيعي يعني نبي نكسر الأمور اللي سابقا كنا ندندن عليها ونغني عليها وأصبحت رتيبة واللون الكلاسيكي والتقديدي يعني الجماهيري ما يطلع إلا في يوم ثماني في يوم سبعين يعني سائمنا من المسلسلات دي هنا في المراجل دي ما تبشيه المسلسل يمكن نطلع دنين حنا ما تدري بشي الدنين بتقول لكن واقعية واقعية سعيدي الربيع سعيد مجنون رياليتي شفته اليوم عفوي حتى لبسه وقبعه عفوي وكذلك وليد فأنا أقول أتمنى من المتسابقين أنهم يعني يقدرون هذه الفرصة اللي حصلت لهم محاولة المشرفين والله يوفقهم بس قبل ما أعطيكم دي ترى فيه لبس عند الجمهور الخصومات من الإعداد المشرفين فوق الجميع حتى على المقدمين على حتى الكنترول على فكرة لكنهم علشان يكتمل العدل بروا ونفسهم من الخصومات قالوا خل الخصومات عند الإعداد صح لكن اللي عليه خاصم يستوجب العقوبة التنفيذية الفورية إذا كان من فرقة سعيد اللي يحكم عليه وليد يصلي دخولي خاصة يعني ذاك اليوم في خاصم دخولي خاصة الوليد على فرقة وليد دخولي خاصة للسعيد ويحكم يا سلام ومن صالح سعيد أن فرقة وليد تهتز هم على الجميع لكن في النهاية في التتويج بتوج واحد صراحة يشكرون قناة الواقع على هالأفكار وعلى هالتنفيذ وعلى هالتغيير اللي لي مهو بغريب وهل التطور والإبداع أبوه من ناحي كيف تشوف تفاعل الشباب أمس الله البوادر بوادر خير ومؤشر عالي خصوصا تعاملهم وتعاونهم مع وليد ومع حبيب يعني بوادر خير مؤشر كبير على أن فيه انتاجية وفيه جماهيرية وفيه طاقم جديد يبيطلع ولكن تدروا متى هذا بيتفاعل مية في المية بعد دول إبرايم هم الآن يقولون يا رجل عليك بيجي أمر بعد بكرة يلغون إبرايم لا لا إبرايم موجود نزلت تصويت نزلت الحصانات يلا نشوف البارح أنا ذكرت أبو عنيزي ونهي الرابع ذكرت أن وليد البحيح وسعيد الده حبيب عندهم الشغف في العمل مهم مجرد أنهم مشرفين أو يعملون عمل إداري عندهم الشغف وهذا اللي لمسناه أمس في عملهم وفي قراراتهم حتى في حدة الصوت وتخاطب مع المتسابقين الرجال دخل علينا قبل شوية حنا خفنا خلمهم بالضبط أخوي سلطان أضف إلى موضوع الشغف أن الشيء هذا موجود فيهم وهذه بيئتهم وهذه طبيعتهم يعني هم لا يتصنعون أي شيء اللهجة لهجتهم الطبيعة طبيعتهم والملعب ملعبهم والملعب ملعبهم فعني لا نستغرب أنهم يبدعون وأنهم يتميزون الشيء الثاني لأسبوع الأول بالنسبة لنا حنا كنا نقول في بداية الأسبوع الأول ما ندري ما نواجه يمكن أن يواجههم شيء بنقيمهم من الأسبوع الثاني حنا محورنا اليوم نقيمهم من اليوم من إبداعهم من أول يوم وثاني يوم تميزوا وأبدعوا الشيء الثالث وجود المشرفين مع المتسابقين أنا أشوفه يعني حاجة جديدة بتنسف ما قبلها من روتينيات من تكرار أفكار من أفكار يعني حتى مستطردة من أفكار ثانية أفكار مسروقة لا اليوم وليد وسعيد بيجبون أفكار جديدة وبيتنوعون بشيء حتى أن بعض الأفكار يمكن تجي وليدة اللحظة فهذا شيء يعني يميزهم يميز وجودهم طيب أبو حمود أنا عندي توقع توقع شخصي الله يمنعنا في توقاعتك أن المتسابقين انضبطوا وسووريالكي خوفهم من المشرفين الصراحة أنا ما حس أنه بداع شو رأيك؟ سلام عليك ولا السؤال أنت تستوقعك أن المشرفين بيأثرون على المتسابقين في الريال يتحققهم صح وبيضبطون جميل نعنبوا بليسك حنى برأسنا دخل علينا أنا البارحة همدح سعيدة دخل حبيب وقلت في خاطري والله الذي ليلة هوني معاهدكم بالله أنتمجون كذا حنى مش هينا كذا والله يمدخل علينا بقبعة أني قلت هذا اللي قال همدحة طر أمر قال في عود علينا لا أعصى في يدها أعصى في يدها وقبعة في رأسها وهدعت والله ما لها سبيل الهداء شار الله عن السابقي يتعوذهم من الشيطان ويعطنهم لأبو حنى كالمعتاد دائما نبدأ بنوقد وإلى آخر اليوم نبدأ بثناء أكيد يستغربون تصدمون ثناء ثناء اليوم نبدأ بسلام أهم شيء يثري أبو أبو مناحي أبو مناحي اليوم أول شيء جهزولي عبد الله عبد الرحمن جهزولي في كهش الروم